نازلنا بنسير مع أنوار القرآن في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر البركات وكمان احنا خليه كمان شهر البنيان الشهر اللي بيبنينا واخدنا في الخمس أيام الأول إزاي القرآن زيبتنا وخرج ذات منورة متزنة وبدأنا في الدائرة الثانية هي دائرة الأسرة وبدأنا في دائرة الأسرة من يوم السادس في رمضان وعدنا نمشي مع لبنة لبنة في الأسرة فكانت أول لبنة إن الأسرة قيمة وكانت اللبنة التانية إن الأسرة مبناها الأساسي قيمة الحب وبعد كده كان الكلام اللي تكلمناه بارح عن قيمة النضوغ والنهاردة جاييني الكلمة عن حاجة مهمة جدا جدا بتأبئنا فيها الآية الأولى من سورة الأنفال وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هنا الآية بتقول لنا بتشور لنا على حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا بتشور لنا على إن أحد أهم أسباب المشاكل في الأسرة هو اختلاف الزوجين على مواقفه من تطوير الأسرة تعالوا بس أقول لكم حاجة فاكرين لما الزوج عايزة تغير السكن تغير السكن والروح في مكان أوسع في مكان أحسن منطقة تانية أفضل أو والزوج بيقول لها إحنا عايزين نتخلص من ديودنا وعايزين بس نستقر وإحنا مش هنفضل نجري ولا بعض طول الوقت الاختلاف في الموقف ده بيخلف بعض الأحيين يحصل لنزاعات النزاعات على إنهم مختلفين على الموقف من تطوير الحياة الزوج عايز تطور الحياة والزوج عايز يخلينا مواقفين على الاستقرار بس فيه معنى أساسي إن الأسرة عندنا علاقة مؤبدة علاقة مستمرة وعشان هنا علاقة مستمرة تيجي الآية تعلمنا معنى مهمة جدا 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 المعنى اللي احنا بنتكلم عنه في آية الآية الأولى من سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اتقوا الله يعني كونوا عيشين بأنوار الله سبحانه وتعالى واستمدوا أنوار الله وعيشوا بلا حول ولا قوة إلا بالله واستعدوا استعدوا لإيه استعدوا للخير اللي في الحياة فييجي بقى معنى التاني المكمل لده وكأنه هو التفسير لقوله تعالى فاتقوا الله يبقى إيه وأصلحوا ذات بينكم وكان ده التفسير وكان نساء إلى النساء وكيف نتق الله قال بأن تصلحوا ذات بينكم يعني إيه بقى الإصلاح هنا معنى مهم قوي الإصلاح في كتير من الناس لتفتكر أن الإصلاح هو إصلاح الفاسد لا الآية هنا مش بس تقتصى إصلاح الفاسد المقصود هنا هو البناء والتطوير والتعديل المستمر يعني كل تطوير داخل في الإصلاح وعشان كده نبياء ما ينفعش نبي يكون جاي بس اللي أصده أن يخلي الناس تغير عن السوق بس ولما يطيعوا ربنا ولما يؤمنوا ما يعملوا إيه ولذلك سيدنا شعبي قال إن يريدوا إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله يبقى الإصلاح هنا اللي مذكور في الآية وأصلحه ذات بينكم إن إحنا نتطور عارفين التطوير معنى أساسي في الحياة يعني بعض الندوج الندوج نفسه مش هنقدر نحقق الندوج ده غير لما تكون الأسرة متطورة أسوأ حاجة أنا بشوفها بتخلي الأسر في حالة اهتزاز وفي حالة عدم ثبات إن الأسرة ما تكونش متطورة إن الأسرة تتحول إلى ماء راكد إن الأسرة تبتدي تتآكل حاجة اسمها التآكل الذاتي يحصل لها تآكل الذاتي لإنها ما تطورتش فالأولاد يبتدوا يعملوا إيه الأولاد الصغيرين الأبناء بقى يبتدوا يتمردوا على هذا الركود والزوجة تحس بحالة من حالات الخرص الزوجي وحالة من حالات الملل التطوير يا سادة معنى أساسي في حياتك معنى أساسي في الحياة كلها معنى أساسي في ذاتك وعلاقتك بربنا معنى أساسي في أسرتك معنى أساسي في شغلك معنى أساسي في علاقاتك عارفين ليه؟ لأن التطوير يسيدي أحد التجليات الأساسية لمفهوم التسكية طول ما أنت بتتطور طول ما أنت بتعيش تسكية ويبقى وأصلحه داتا بينكم دا فعل يدل على الحل والاستقبال فأصلحه ليس معناه حل المشكلات والأزمات ولكن التطوير ولذلك سيدنا شعيبي قال إنه أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فالإصلاح يشمل التطوير والتحسين أسوأ شيء ممكن يوقفك عن التطوير هو الشعور بالعجز فالناس حاليا أصيبوا دايما بحالة تشعرهم بأنهم في حالة سيئة وحصلت لهم شيخوخة في القلوب ومعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أننا دايما ما نحسش بده يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني إيه؟ لما يجعلكم أحسن وأكثر إقبالا على الله أنت وبتقبل على الله سبحانه وتعالى إيه المعنى اللي يحصل؟ لأي حياتك تتغير وتتسع لأنك أنت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى وبتقبل على الله فالتطوير يحيي الحياة في الأسرة أو في البيت التطوير في أسرتك مش رفاهية بالمناسبة عشان بس فيه ناس فاهمين إن التطوير ده مع الناس اللي عندهم فلوس مع الناس اللي هم قادرين مع الناس اللي هم الكلاس لا التطوير في الحياة الأسرية مفهوم أساسي مش رفاهية والتطوير على فكرة مش معناه تطوير الحيطان والعفش التطوير أن أنت تنمي العلاقة اللي بينك وبين أفراد الأسرة بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجك بينك وبين أولادك بين الأولاد مع أبائهم وتساعدهم أن هم يكونوا أفضل ويوجهوا الحياة وهم وثقين من عون الله ومددي وفي أن عندهم ظهر وسند وداعم ومستشار يوجههم للطريق لو حسوا أن هم هيتوهوا أو أن المساء لا تفلت من إيديهم أو أن هم يتشتتوا لا ده عندهم حد عارف قيمة الأسرة وأن الأسرة نفسها هي سندهم وهي اللي تساعدهم وترشدهم بكل ما تحتوي من قيم وكل ما تحتوي من نطج عشان يقدروا يتطوروا وكأن الأسرة أصبحت هي الممول الأساسي لمشروع حياة الناس فالتطوير في أنك تقدم لزوجتك أفكار تعينها وتساعدها على أنها تكون أفضل مش تقعد تنتقدها في كل شيء وتقلل منها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جات له السيدة فاطمة عليه السلام مع زوجها سيدنا علي تشتكي له من شغل البيت شغل البيت كتير وبتطلب منه أنه يجيب لها حد يساعدها لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يقدم لها شيء يطور من رؤيتها ويفيدها أكثر من المساعدة المادية فقال لها ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خاتم فأمرهم بإيه إنهم عند مناهم بسلس وثلسين وسلس وثلسين وأربع وثلسين يعني تسبيح وتعميد وتكبير زي ما بنعمل بعض الصلاة وكأنه بيقول لهم إيه خليكم عايشين بنفس معاني مش عينا في اختم الصلاة بنعمل بنسبح وبنحمد وبنكبر وكأنه عايز يقول لهم إيه خلوا حياتكم كأنها صلاة طوروا حياتكم أنتوا بتدخلوا في الصلاة إيه عشان تقتربوا من الله يبقى خلوا ده كمان يعيشكم في الحياة هو ده المعنى اللي علمه رسول الله لسيدنا للكريمين السيدة فاطمة وسيدنا علي عليهم السلام يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه التطوير واللي هو جزء من توسيع النظر فكان توجيه لهم صلى الله عليه وسلم إنه إيه اللي حاصل إنه هم يمشوا ويخلوا نظرهم أوسع وكمان يطورهم لعاته ولكنه أراد إنه يطورهم صلى الله عليه وسلم يطورهم بحلول مختلفة ويعلمهم من حلول كتيرة مش حل واحد ربنا سبحانه وتعالى قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يبقى إيه اللي حاصل وهي تحتاج إلى شكر فلازم نتعامل مع الحياة لأنها نعمة ده اللي هي خلينا نقدر نطور في الحياة لأن احنا مأمورين بشكر النعمة يبقى تطورنا لحياتنا جزء من شكر نعمة ربنا على الحياة وجزء من حب الحياة الترقي فالتفعيل الحقيقي للنضوج نعيش في تطور مستمر تاني حاجة ابحث عن أفضل الطرق لنصيحة أولادك ولو انت مش عارف استشير عشان تستشير خبير في كيفية تطويره وبنائه تالت حاجة خصص جلسة أسبوعية تسمع فيها أولادك وأهل بيتك إزاي تقدروا تطوروا من حياتكم ويبقى التطوير ده مشترك وكل واحد فيكم يعرف دوره في التطوير ده رابع حاجة اتعلم من أولادك واشكرهم على التعلم ده لأن انت لو شكرتهم التطوير ده تبقى جزء من الحياة ومش هيبقى عندك حاجز ان انت تكون مواكب للحياة وقادر تتطور فيها لأن العلم رحم بين أهلي فما بالك إذا كان هم بينهم رحم وبينهم أسرة فالعلم رحم بين أهلي والرحم ده يزداد قوة بالعلم طيب خامس حاجة يكون في حاجة اسمها الأهداف الأسرية لازم يبقى أننا عندنا أهداف أسرية مفعش إن احنا قاعدين طيب بكرة عن نعمل إيه ما كل عارف والناس بتقول لأن ما فيش عندهم أهداف لازم إحنا في الأسرة يبقى عندنا أهداف ابني لما يتخرج إزاي هيبقى إضافة للأسرة أنا لما عنتقل وترقى في الشغل إزاي ده يبقى في إضافة للأسرة أنا عايز إيه من أولادي في حياتنا كلها لازم ده يبقى جزء من حياتنا لأن إنت لما تعرف إنت عايز إيه عايمشي عليك القانون اللي ربنا وضعه في الحياة إن الحياة لا تفسح الطريق لمن يعرف إلى أين هو ذاهب يبقى أن إنت لازم تعرف عايز تعمل إيه خلال الفترة الجاية وده يكون بالنقاش والتحاور مع أولادك اللي إحنا عملنا ده كان إطلالة سريعة على إزاي نعيش في أنوار وأسرار فاتقوا الله وأصلحه ذات بينكم اتطوروا عشان تتنوروا لازم تعرفوا كده الأسرة لما تتطور تتنور بنور الله سبحانه وتعالى ونكمل كلامنا عن التطوير وجماله في الأسرة وإزاي التطوير ده يخلينا نعيش في حضرة القدير سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر